حصل الدكتور أحمد نبيل على جائزة مبتكرون دون خمسة وثلاثين عام لشرق الأوسط وشمال إفريقيا والتي تمنح لأكثر المبتكرين قدرة على تغيير العالم الجائزة اسمها مبتكرون دون خمسة وثلاثين وهي تمنح من مجلة أفضل جامعة في العالم في الهندسة معهد أم آي تي وطبعا الجائزة عريقة جدا تعطى من التسعينات إلى اليوم ويتم اختيار المبتكرين اللي يعتقدون حسب رأي لجنة التحكيم في الجائزة أن هذا المبتكر له القدرة على أن يغير جزء كبير من العالم من خلال ابتكاره وأيضا ينظرون إلى السيرة الذاتية وإلى القدرات الشخصية لأنه شافوا أن الابتكار اللي الله وفقني وثويته لا القدرة على أن يغير خمسة عشر مليون عملية جراحية سنويا أملنا وطموحنا أن نضع قواعد جديدة للجراحة جراحة المناظير بحيث يصبح هذا الابتكار الجهاز الذي ينظف عدسة المنظار بشكل تلقائي يصبح ستاندرد في العالم كله طبعا المشوار للوصول لهذه النتيجة يحتاج جهد كبير ويحتاج الأهم من الجهد وفيق من الله سبحانه وتعالى في عمليات المناظير نستخدم كاميرا لكي نرى تجويف البطن الكاميرا هذه تتوسخ بشكل متكرر الطريقة الوحيدة لتنظيفها منذ قرن أول ما اخترعوا المنظار أن توقف العملية تسحب المنظار وتنظفها بشكل يدوي طبعا المناظير انتشرت في التسعينات والثمانينات ابتكرت طريقة بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كفر غلاف يتم تركيبة على المنظار ينظف العدسة بشكل تلقائي خلال 0.4 ثانية التظيف اليدوي قد يستغرق لغاية دقيقتين بالمرة الواحدة الاحتفالية كانت بالتعاون بين مجلة جامعة ام اي تي ومؤسسة دبي للمستقبل انضمام إلى قائمة الأسماء هي في موقع للجائزة يضم كل الأسماء الفائزين السابقين منهم فائزين بجائزة نوبل منهم مؤسسي موقع جوجل مؤسسي موقع تويتر وشركة تسلا للسيارات اسمي بتوفيق من الله سبحانه وتعالى راح يكون في نفس الموقع الرسمي ضمن هذه الأسماء شكرا